السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس وسامة طارق ان شاء الله بإذن الله هنشرح النهاردة تصنيف التربة عندنا أربع طرق لتصنيف التربة النهاردة ان شاء الله هناخد بسم الله الرحمن الرحيم كده نحن النهاردة هناخده تمام؟ عندك المثال لسي المثال التربة المسلس التربة المثال تصنيف التربة ومن ثم طرق السيئة خارج التربة اللي مجازا بقولك تمام طيب ديت بيفضلها مين اللي بيفضلها مهندسين بتاع الطربة القاشتو مهندسين بتاع مين بتاع الطرق تمام اليو الس دي ايه بردو بيفضلها مهندسين مين بتاع الطرق تمام طيب طبعا كل ده ليه ارقام مواصفات كل ده له ارقام فين في المواصفات طيب لو جينا شوفنا كده بتاعت اليونيفايت ديت في الاستي ام فين هي اهي كليسفيكيشن اف سويل وهكذا تمام الكود بتاعها كام دي استي ام دي الفين ربعمية سبعة وتمانين ودي مشروحة خالص هي التمام في الاستي ام فيش فيها اي مشكلة ودي كمان الكيرف اهو تمام زي الفول طيب بتاعت القاشته الام مية خمسة واربعين وعلى فكرة ليها برضو في الاستي ام برضو بس طبعا هي دايما بيفضلوا اللي او يعني الدارج بتاعها القاشته ام مية خمسة واربعين تمام طيب طيب اولا عشان تدخل بالاستي ام ديت تمام او اليونيفايت بيبقى انت معاك المر من منخ المتين ده شيء اساسي المر من منخ المتين ده بيحدد لك السويل ديت جرافل وساند ولا سيلت وكلي على حسب منخ المتين طيب طيب تعالي في منخ الاربعة منخ الاربعة هو ايه بيخص الناحية اللي هي بتاعت الايه الجرافل والساند تمام كده منخ الاربعة بيحدد لك زي ما انتفقنا الجرافل هي جرافل ولا ساند طيب على اساس ايه طيب نرجع تاني بس الخطوة كده لو المر ده من منخ المتين اقل من خمسين في المية يبقى انت كده في الشق ده تمام اقل من خمسين في المية يبقى انت دلوقتي اما هتبقى ساند ولا جرافل طيب يعني اعمل زون كمان كده طيب لو المر بقى من منخ المتين اقل من خمسين في المية هتبقى جرافل طيب لو اكبر من خمسين في المية هتبقى ساند طيب هي طلعت يا سيدي ان منخ المتين اقل من خمسين في المية تمام وطلعت كمان ان المنخ الاربعة اقل من خمسين في المية اذا انت في الناحية بتاعت الجرافل انت كل انا عملت تعمل زوم تمام زوم ان كده طيب عملت زوم ان كمان ادخلته خلاص في الجرافل طيب الجرافل ده وتالعندي برضه ليه كذا حاجة طيب قالك يا سيدي والله ان لو المنخ المتين اقل من خمسة في المية المر من منخ المتين اقل من خمسة في المية تمام يو ده بيقولك علي اسمه كيلين جرافل بيعتبر انها جرافل بس ما فاش اي نسبة ايه ناعم او حاجة زي كده هو بيعتبر اكد طيب طيب لو طب لو المر من منخ المتين اكبر من اتناشر في المية قالك لا دي جرافل ويز فاين تمام طيب لو المر من منخ المتين اقل من او اكبر من خمسة في المية ولكن اقل من اتناشر في المية بيعتبر حاجة ما بين الاثنين دول تمام طيب تعالى نمسك اول حاجة او اول عيلة مثلا بتاعتك نرجع تاني احنا قولنا ايه ان المر عندي المثال اللي عندي مثلا ان المر من منخ المتين طلع اقل من خمسين في المية يبقى انا كده فين انا هنا في الناحية دي ناحية الشمال دي طيب 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 المر من منخ الاربعة طلع اقل من خمسين في المية بقى انا في الناحية دي تشعبت مني بقى انا ايه تلات عائلات نمسك العائلة الاولى اللي قالي بتقول clean gravel دي انا دلوقتي انا في الـ clean طيب بتحدد على اساس ايه بقى CU uniformity coefficient تمام معامل الانتظام طيب قال لك يا سيدي هنا ان هو يكون اكبر من او يساوي اربعة اكبر من او يساوي اربعة وان مفوت دي تبقى CC تمام تكون ما بين التلاتة والواحد والكيرفيتشار كوفيشنت ده برضو بيعبر عن برضو في الانهناء بتاع الحبيبة هم حطوها كده تمام طيب بيديك بقى سيمبل زي كده تمام زي مثلا الـ جي دابلو قال لك والله يا دل انت لو حققتلي الشرطين دول كان يعني انت حققتلي انها clean gravel قطر خيرك يا عامل طيب والله كلين جرافل عندي ليه عائلتين عائلة بتقول ان C U اكبر من او يساوي اربعة والعائلة التانية بتقول ان C U اقل من الاربعة هنعرف دلوقت C U ده بيتحسب ازاي تمام هنعرف دلوقت ان C U ده بيتحسب ازاي طيب هي كده تلوقت تحتبر طلعت معي GW اللي هي Will Graded Gravel Will Graded Gravel يعني زلط بمنتظم التدرج حاجة كويس تمام طيب الناحية التانية عندي اللي هو والله ان C U طلع اقل من الاربعة خلي بالك C U ده كل لما بيزيد كل لما بيزيد كل ما كان احسن بي بي يعبر عن مدى تدرج العينة يعني ما علينا طيب C U هنا طلع اقل من الاربعة تمام وهنا CC اقل من الواحد او طلعت اكبر من الثلاثة يعني عكس دي ما كل حاجة هنا هو عكسها قال لك والله ديت هتاخد لي هنا GP اللي هي Burly Graded Gravel تمام هتاخد لي ايه Burly Graded Gravel طيب تعال على العلة التالتة العلة التالتة اللي هي بتقول لك ايه ان منخوا المتين ده ما بين البنين من 5% المر بتاع ما بين 5% وما بين 12% طيب هتحسب برضو معامل الانتظام لازم هتحسبو هتحسبو ومعامل الانحناء طبع طيب ليه بقى بحسبوهم في الحتة دي خلي بلك دلوقتي في الناحية دولة او في الناحية دي اللي أنا فيها ديت انا عندي عشان احكم عليها هحتاج حاجتين معامل الانتظام والانحناء مع بعض ده كده شك والشك التاني اللي هو جهزة هنشوف للوقت طيب ماشي انت كده خلاص عرفت ان انت منخ المتين ده اقل من 5% اصدق اكبر من 5% واقل من 12% يبقى انت في العلة التالتة هنا هتحتاج زي ما وهتحتاج الجهزة على الجهزة هتدي لك الناعم ما الجهزة خاصة بالحاجات النعمة هل الجرافل ده معاسلت معاك ليه هو الجهزة هتدي لك وهيحدد لك على مين على اساس الليكويد ليمت والبلاستيك اندكس بص انت عمال تدخل في ايه تاني يعني انت مفروض هتعمل الوقت كمان اختبار السيولوي اللدونة عمال تدخل في تشعوبات تانية واخد بالك طيب انا خلاص هوا قلت ان هي well graded خلاص يا عم well graded gravel زي الفولد طيب هل النعم اللي مع الجرافل ده بقى سيلت ولا كليه ده اللي هيحدد ده مين الجهزة جراند تشارت اللي هو اللي بيعتبر على مين على السيولوي اللدونة عليكم limit وال plastic index بص كلها بتسلم لبعض طيب طلعت معي في الاخر ان هي well graded gravel with silt الام دي اللي هي بتعبر عن silt طبعا في ال stm هتطلق الرموز وقدام كل رمز وبيعبر عن ايه يعني مثلا الام دي اللي هي silt c اللي هي clay ml اللي هي silt with low compressability طب لو h هتبقى high compressability وهي كزا تمام طيب طب ايا مسلا سي طلعت معي bur graded bur graded gravel يعني معنى كده ان c u طلع كام هنا اهي اقل من الاربعة يبدأ اول شق اللي هو burley اهو burley graded gravel خلاص انا خلاص كده ان هي burley graded عايز اعرف هي من جهز grand chart خلاص دي هات يا سيدي العلاء الثالث اللي هي اللي تشمل بقى اللي هي ان المنخ المتين ده اكبر من كام اكبر من 12% كده انت الناعم عندك ايه بقى لا بقى واضح كده بقى واخد بلك طيب انا بقى هنا بقى هحتاج ان انا اعمل c u ولا c c ولا اي حاجة من دي ايه خلاص هو الجرافل هنا ناعم مش هيهمني بقى ساعتها هو والله منتز يعني يعني جيد التدرج ولا مش جيد التدرج هو خلاص بقى فيه ناعم اصلا واخد بلك طيب اعايز اعرف برضو الناعم يعني هي جرافل خلاص ما هي جرافل ليه انا عرفت ان على فكرة انا عرفت انها جرافل ليه بص هترجع هنا فين هترجع ليه ان المنخر اربعة اقل من خمسين في المية هي جرافل بس جرافل معاها ناعم الناعم ليه ان الناعم هنا طلع اكبر من 12 في المية قلب لك التسلسل ده مهم جدا بص انا كل شو قعد اقعد اكرر لك عشان تعرف ان الحتة دي مهمة تقعد ترجع لها كل شوية تمام طيب انا برضو هاعتمد على الجزا جراندد شارت يعني لازم ما اعمل سلوة لدونا عشان اعرف ادخل على الجزا جراندد شارت تمام طيب متيجة طب ندخل على الجزا جراندد شارت اللي انت قاعد تقولنا عليه ده نشوف كده ناخد فيه جولة اهو جزا جراندد شارت يا سيدي وعندك الليكويد ليمت تحت وعندك البلاستيك انديكس هنا هنا على محور اكس وانا محور واي من خلال اختبار السيولة واللدونا بقى وكل القصة اللي انت عارف هدي تمام هتخش على ده قرص اتبعك انها جرافل تمام كده عايز عارف بقى الجرافل دوت هل هو سيلت ومنخفض الاندغاطية تمام يعني القصة دي الحتة دي كده كل لها كلي وسيلت بس منخفضين الايه الاندغاطية الحتة اللي ما بعد الـ 50% هو ايه عالي الاندغاطية تمام طيب عندك مثلا مثلا اعترعلك ان الـ liquid limit وليكن 30% تمام البلاستيك اندكس يا سيدي طلع 20% اهو 30 مع العشرين طيب عطلك ايه سي لها سي تبقى كلي طيب خلينا في اخر علتين اللي كانوا معنا دلوقتي تمام خلاص انا معدتش محتاج جديد خلاص طيب هي طلعت سي لو انا في العلة اللي هي التالتة دي واننمر من منخ المتين اكبر من 5% وانقلم 12% بقى انا هحط الهوية مثلا طلعت طبقا لل وطلعت انها تمام وطلعت لي من خلال جهزة جراند تشارت طلعت لي ان هي هتبقى 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 دي طب لو قلت طلعت سيلت كنت هتحط انها سيلت طب لو قلت طلعت بورج ريدد كنت هتعرف من مين من السي يو والسي سي خلاص اتفهمت طيب تعال خش على العلات التانية بص العلات التانية اول كان هي اساسا طلعت جرافل معاك طب والله الجرافل ده وتشوف النعم بتعمل جزا جراند شارف طلع لك انها سيلت خلاص خلصت جي ام بس رياحة ما خلصت لبقى فيه هنا سي يو ولا سي سي ولا اي حاج خلصت كده طيب نفس القصة اللي عملناها هنعملها مع السند بالمئة اللي ولكن السند هنا ان المر من منخ الاربعة اكبر من خمسين في المية تمام بص حتى مبرن منخ المتين هو هو مفيش فيه اي جديد بس يا دوبك هتشيل بدل الاس دي او كانت الجراف اللي هي جي هتحط اس خلصت وفيه هنا اختلاف بسيط في الحتة دي ان السي يو هنا بيقول لك انا عايز يا سيد اكبر من ست السي يو اكبر من او يسوي ست ده هيبقى ويل جريديد سانت ليه السي داب طب والله لو السي يو اقل من ست بور لجريديد سانت خلصت محنديش حاجة تانية كل اللي جاي ده احنا قلنا اس جي هتشيل هنا زي ما اتفقنا هتشيل من فوق ليك مكانها جي هتحط لها اس هتخش على جهز وعندك كبان معامل الانتظام وكل القصص اللي حسبتها ده اهي طلعت مثلا لو هي مثلا سند خلاص ما اتفقنا ها سند والناعم طلع من خلال جهز جراند شرط ان هو سيلت وعندك المر من 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 خلص اقل من او اكبر من 5% اقل من 12% تمام وال سي يو طلع اكبر من 6% يبقى انت في الحلل الاول ان هي دي وهكذا خلاص طب طلع ان الناعم هنا اكبر من 12% يبقى انت كده معاك السند عادي خلاص هتخش على جهز جراند شرط بمعلومية ال بمعلومية هتطلع لي الناعم ده هل هو سيلت ولا لك ليه تمام بس كده طيب كنا منتكلم على السي سي وهو بيتحسب ازاي هوك لو دي 30% تربية على دي 10% في دي 60% تمام وال سي يو بيساوي دي 60% على دي 10% وقال لك يا سيدي ان انت عشان تجيب دي 60% دي ير بيقول لك ايه نبحس في جدوى التدرج على المنخل الذي يمر منه 60% يعني انت المنخل اللي هيمر منه 60% هتشوف المنخل ده كام 3-4 نص 3-8 ايا كام بقى المهم ان انت هتشوف اللي عنده 60% ده اللي عنده 60% هتشوف المنخل ده كام كام بوصة وبعد كده هتحوله بالايه بالايه بالملي لان التعوين انا فكرون ده بالملي نفس القصة مع دي 10 نفس القصة مع دي 30 هتشوف المر انه منخل مر منه 10% وهتختار منخل منخل 30% وهتختار منخل ده تمام عندك هنا مثلا example بسيط طلع لي ودي المر شوف لي الحاجات اللي مرت ايسه طلع لي 61% اكيد يعني ده 60% يعني نزقها كده مع بعض كده زي ما بيقول مش شرط اللي هو لا هي 60% لا ما هي قريمة منها فيش مشكلة 28% عادي لي 30% مر 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 10% يبقى عندك الD60 وD30 وD10 طيب الD60 اللي هي 38 38 بوصة اهيه عشان تحولها للملي تضرب في كام تضرب في 25.4 ترعلك 9.5 ملي مظبوط طب الD30 الD30 الD60 خلاص التعويض مباشر خلاص هتحط تقسم ده على ده تطلع لك ايه الC U وتقسم ده على ده يطلع لك الC C خلاص الC اخر حاجة بقى عندنا ان هو ان ما انخو المتين ان ما انخو المتين اللي مر منه طلع اكبر من 50% ده كده العينة ديت راح في 60 ده هي اما سلتي اما كلي يعني نعمة خلاص 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 تمام اللي هيحدد لك ده مين هيحدد لك ده the liquid limit هتشوف the liquid limit بتاع ايه اقل من 50% وغالي من هو هيطلع لك دايما ديت يعني كل الحاجات اللي عدت علي طلعت ان liquid limit طلع اقل من 50% طيب اقل من 50% عندك من علتين يام ان اورجانيك تمام طيب طب لو هو اول ان اورجانيك دي بتقول ايه ان اورجانيك فيها برضو علتين فيها علتين ان بي اي يكون اكبر من 7 او بي اي اقل من 4 تمام طيب لو بي اي طلع اكبر من 7 تبقى ان اكلي طب لو اقل من ال 4 تبقى سلت تمام نفس القصة هنا الورجانيك اهو هتطلع هنا لو القصة دي كلها لو طلعت اقل من 75 هتبقى ايه اورجانيك ماشي فيها غالبا غالبا يعني لما يبقى منخل 200 عندك طالع اكبر من المرن منه طالع اكبر من 200 من 50 في المية هتخش في القصة دي غالبا بنسبة 100 في المية وكمان اكتر واكتر غالبا يعني تمام هيبقى عندك بقى انت العيلتين دولت تمام كده طيب طيب خلينا كده ناخد مثال مثال طيب عندك ده كانت تربط قدينة صنفناها تمام اول حقا كده زي ما اتفقنا بسم الله الرحمن الرحيم تبص عليها هو من خل 200 هو منخل 200 مرة من منخل 200 ده اقل من 50% اقبل من 50% لا اقبل من 50% شكرا منخل ما اقبل من 50% اقبل من خلص ده كده اقبل من من خمسين في المائة يبقى انت في الناحية دي طيب انزل كمان طيب البي اي 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 زروفه انت في الناحية دي انت ان اورجانيك ماشي البي اي طبع كامل بي اي هنا تسعة عشر في المائة طيب تسعة عشر في المائة هنا يعني اكبر من سبعة سبعة اكبر من سبعة هتبقى انت كده سي ال كلي ويز لو كومبريسابيليتي هايس يتأكد برضو تعال يا سيدة نفتح مين الشارت الجابيل بتاعنا ده قالك انت هنا الكويد ليم بتاعك كان تلاتة عشر في المائة انت في الحتة ليه كده هاي هاي تعال هاي شابسي كده مثلا يعني تلاتة عشر في المائة انت هنا في الحتة دي كده مثلا وهتطلع هنا ماشي وقالك ان البي اي بتاعك كان تسعة عشر في المائة طيب تسعة عشر في المائة يعني انت في الحتة دي كده ايش ايه التقاطع ده مع التقاطع ده ادك مين ادك سي ال تمام سي ال ليه كلي كلي ويز لو كومبريسابيليتي الموضوع ده فكرة بسيط جدا يعني طيب تعال ناخد مثال كده برضو بسيط تاني مثلا يعني خلنا نكتبه با احنا با ايدينا با احنا عاملينه كده يعني انه مثلا المنخ الاربعين ده المنخ الاربع ده مثلا وليكن 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 كان جايب معايا ايه تخمسة واربعين في المائة ماشي سيبك طبعا من ده بقى دلوقتي خلاص كده ما نخل ميتين ما نخل ميتين كان جايب وليكن ثلاثة في المائة ثلاثة في المائة تسمى بعدوا كل الكلام ده خلينا احنا في المنخلين دول ده كان داك إنه مسال يعني احنا شبسل زي ما انتفقدنا اللي يهمنا دلوقتي المنخل الاربع وميتين طبعا من نخل التاني هتهمينا عشان تحسن من خلالها السي يو والسي سي تمام طيب انت اول حاجة عتبصة ليها هنا منخل ميتين منخل 200 هنا أقل من المر بتاع أقل من 50%؟ اه طلع أقل من 50% إذن انت في الشق الأولاني بانت هنا في الكورسي جرين اللي هي دي انت في الحتة دي دلوقتي فعلا منخل 200 طلع أقل من 50% ده جاب 3% طيب قلس انت منخل 200 قلس انت منخل أربعة منخل أربعة؟ ايه ظروفه؟ أقل من 50% ولا أكبر من 50%؟ لا والله ده طلع جاب 45% يعني ده طلع مين؟ طلع أقل من 50% بإذن أنا هنا جرافل تمام طيب جرافل اللي هي تلات عائلات طيب هاشوف هنا حسنا الثلاث عائلات يعتمد عالمية على منخل 200 يعني انت بصت أول حاجة كده منخل 200 منخل الأربعة منخل المتين تاني تمام؟ طيب منخل المتين هنا كان جايب لي أقل من 5% كان جايب 3% بيخباكي يا جرافل تمام؟ هل هي بقى؟ حاجة من الثلاثة دولات؟ لا والله ده طلعت مين؟ طلعت أقل من 5% يعني كيلين جرافل خلاص أنا كده فضلي حاجة واحدة أعرف بقى هي ويل جريدد؟ ولا بورلي جريدد؟ اللي هيتحكم فيهم مين؟ هم؟ اللي هيتحكم فيهم هو السي يو والسي سي تمام؟ طبعا زي بتفنى طبعا كل الأرقام طبعا اللي هنا ده مهمة أنا بس أنا مساحتها بس عشان خاطر نوضح يعني الأساسي عندنا منخل أربعة منخل متين طبعا كل دول موجودين وأساسيين مش هلالين معنا وزال فول السي سي والسي يوب عشان بيتجابوا ايه من خلال المناخل دي هتبص انت هنا في الجدول ده ماشي؟ هتطلع المنخل اللي جايب عشرة في المية؟ تمام؟ هو ده اللي هي اللي معاك يعني مثل عشرة في المية ديت هتبقى هتشوف المر من منخل عشرة في المية ده منخله كام؟ والمر من أو نسبة المر اللي هي تلاتين في المية هتيجي كده على الكيرف وتخش هتشوف كام المنخل ده كام وقت بلك والستين في المية نفس القصة خلاص انت جبت خلاص الدي عشرة والدي تلاتين والدي ستين تقدر من خلال الكهولين اللي احنا قلناهم تجيب مين؟ هه؟ تجيب السي يو والسي سي؟ طلع والله ان السي يو ده اكبر من اربعة تمام ايبا دي جي دابلو ليا ويل جريدد جرافل طلع اقل من اربعة هه؟ تبقى بورلي جريدد جرافل بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة